أكد سعادة الدكتور بسامل بن محمد رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن البحرين نفذت العديد من المبادرات التي ساهمت في تمكين الشباب في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والتي من شأنها تسريع وطيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأشار البن محمد خلال مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي التاسع للبرلمانيين الشباب المنعقد في فيتنام خلال الفترة من الخامس عشر إلى السابع عشر من سبتمبر الجاري بمشاركة النائب حسن إبراهيم حسن إلى أهمية حماية الشباب من التأثير السلبي للتكنولوجيا والتحول الرقمي في سوق العمل لفتن إلى أهمية العمل على تمكين الشباب ودمجهم في مجالات التكنولوجيا والوظائف المستحدثة وذكر البن محمد أن العالم يستفيد بشكل أساسي من التطور التكنولوجي في تسريع وطيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأن الشباب هم الشريحة الأكبر التي استفادت من التقدم التكنولوجي في تحقيق أهدافهم اليومية مشيدا بالتطور التكنولوجي الذي استحدثه الشباب في مجال عملهم ترجمة نانسي قنقر